أكد عدد من السادة النواب أن مملكة البحرين شهدت خطوات كبيرة على طريق ترسيخ نموذجها الديمقراطي بدءا من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني وصولا إلى محطته الديمقراطية المتتالية جاء ذلك على هامش احتفال العالم في الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام باليوم العالمي للديمقراطية وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة كمناسبة عالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية أصبح المشروع الإصلاحي مشروعا رائدا في المنطقة وأصبح يحتذا به أمام كثير من الدول حتى التي سبقتنا في الديمقراطيات العريقة بدأ المشروع الإصلاحي من قبل جلالته بتدشين ميثاق العمل الوطني من خلال ركيزة أساسية حي أصبح هو من يدير هذه العملية والنظام في مملكة البحرين نرى أن هناك تقدم في الجانب الديمقراطي بين فترة وأخرى صلاحيات المجلس تزيد رغم من ناحية العالمية ونحن في اليوم العالمي الديمقراطي هناك تراجع بشكل كبير في الجانب الديمقراطي يعني الجانب الأمني يأخذ يعني يحيز أكبر إلا أن في مملكة البحرين هناك توازن كبير بين هذه الجانبين نحن كمجلس نواب هناك تعاون وثيق وتعاون مكتمل مع السلطة التنفيذية في ترسية هذه الديمقراطية والتي تنعكس إجابا على شعب مملكة البحرين طبعا تجربة البحرين مرت بتطور منذ الاستقلال في السبعينات إلى تاريخها ولكن التجربة مرت بخطوات واثبة في عهد جلالة الملك وما زالت مستمرة وتستمر باعتبار أن حتى برنامج عمل الحكومة اليوم خطوة متطورة مملكة البحرين قفزت قفزات كبيرة في مختلف الأصعدة والمجلات ومن ضمنها مثلا حقوق الإنسان ومن ضمنها حريات الصحاف والإعلام ففي اليوم عندنا 12 جريدة يومية وأسبوعية لدينا مطلق الحرية للكلمة في عندنا مواقع إلكترونية ومجلات تتكلم وتتحدث عن ما يجب داخل جميع الوزارات الدولة تدشين ميثاغ العمل الوطني كان نتاج قرار فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والغضائية تدشين الانتخابات النيابية والبلدية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في مجال حرية التعبير والانطلاقة الحقيقية للديمغراطية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر